19 مليار سنتيم نهبتها تعاضضية سونتراك من صندوق متقاعدية الشركة هو ما اتهم به ممثل عن المتقاعدين مطالبا برد حقوقهم المختصبة وعلى رأسها العشرين في المائة من نسبة التقاعد التي خفضت بست في المائة من غير وجه حق نطالب يعطونا حقنا ما يستنوناش الروح المحاكم يعطونا العشرين بالمئة طبقا للتعاهد التعاهد يقول عشرين بالمئة ما تقول ليش نديلك تزوج في المئة ولا ربعا في المئة هزيدوا من تسعة عشر ألف متقاعد بسونتراك لا يزالون ضحايا تعاضضية الشركة والتي استولت على نسبة من منحة تقاعدهم رغم الاحتجاجات المتكررة ومرسلة المتقاعدين للمسؤولين في وقت أنصفت فيه المحكمة مئة منهم ما يضع المدير العام للتعاضضية في قفص الاتهام درناموا رسالات لرئيس الجمهورية والوزارة والمدير اللي عامت على سونتراك واللي هو بنفسه وحتى الرؤاسي الأحزاب ومن ما كانوا له واللي أنا في الاعتصامات إلى يومنا هذا تسعة الاعتصامات والاعتصام المقبل رأيكون خلال آخر هات الشهر رحنا للعادلة والعادلة أعطيتنا حقنا أنا واحد من الناس ديت حقي ولكن العاجز المريض اللي توفى ركلت له حقه من عشرين ألف راحوا مياه للعادلة دوا حقهم وإلى حين يرجع حقوق المتقاعدين المهضومة يبقى مصير منح آلاف عمال شركة سونتراك المقبلين على التقاعد شبيه بسيناريو عشرين ألف متقاعد فأين هو دور الشركة يا ترى؟ وهل من رقيب؟ ترجمة نانسي قنقر